اشتركوا في القناة تأسست من رجال وستات أعمال لبنانية كان عندهم هدف تنموي هالهدف هو تحقيق أحلام أصحاب المهن الصغيرة ومساعدتهم لحتى ينمو بالشغل طبعهم ويتحسنوا متل ما بتعرفي تسعين بالمية من المؤسسات بلبنان هي مؤسسات صغيرة وجدا صغيرة وهالمؤسسات بتشكل خمسين بالمية من اليد العاملة بلبنان منشان هيك كان أكتر الفوكس على هالأشخاص تنمي لهم الأدرات تبعو لهم وأكيد مع فوكس على النساء وعلى شباب الصغار أصحاب الريادة بالأعمال وبالبزنس اليوم هلا في مشروع اشتغلت عليه بيعني بالمرأة تمكين المرأة خاصة اقتصاديا اليوم نعرف ان التبعية الاقتصادية بعض الأوقات بتخلي المرأة تخطح مية بالمية نحنا اكتر اكتر يعني نحنا منميز المرأة بالشغل طبعو لنا يعني هدفنا اكيد تمكين رواد الأعمال ان كانوا نساء او رجال بس اكيد من نركز اكتر شيء على النساء يعني في عندك نحنا بالبرنامج السنة الماضية كان تقريبا في 56 بالمية من النساء يلي هني تساعدوا ببرامج التدريب وبالنشاطات يلي نحنا منعملها السنة لحديث هلأ 96 بالمية من ساري 67 بالمية من النساء هني يلي المشاركين بالدورات التدريبية تابعو لنا واللي عم نساعدون واللي نحنا عم نحاول نسلون من خلال تنمية قدراتهم وتمكينهم ان اقتصاديا او معنويا وخلق فرصة ولقلهم ان من ناحية المهنية واعطاقون ساقة بحالون انو هني عن جد قدرين انو يوصلوا ويعطوا ويكون لهم تدخل فعال بالمجتمع ويأسروا بالمحيطة بعولون وبعيلتون ويعطوا كمان مثل لوليدون لانو الام هي بتربي صح هي بتربي وهي المثال وهي نسل المجتمع سو المرأة وقتها بتساعدية وبتمكنية بتكوني كمان يعني مكنتي مجتمع تتمع بكامله لانو اليوم مربيت الرجل هي امرأة مية بالمية الام هي مرأة صحيح الاخت الزوجي الزوجي هي مرأة يعني المرأة نسل المجتمع هي ركنة الاساسة بالمجتمع رح انتقل للنشاطات اللي قمتوا فيها نعم هلأ هي الهدف للمؤسسة ورسالتها مثل ما قالتلك تمكين أصحاب المهن الصغيرة يلي بيشكلوا 95% من المؤسسات المالية المؤسسات بلبنان ويلي بيشغلوا 50% من اليد العاملة بلبنان أبرز الاشياء اللي اشتغلت عليها الوردشوب نحنا اشتغلنا على كتير اشياء يعني المؤسسة بتشتغل على ناحيتين على اسمين اسم يلي هو التدريب إن كان تدريب مهنة أو تدريب إدارة بتحب اشرح لك أكثر عن المؤسسة يعني على الصعيدة التربة والإدارة والعملة على الأرض تدريب العملة هو يعني منعلم مهنة اليد العاملة منعلم مهنة يعني فيها تكون أو من ناحية السياحة أو من ناحية الزراعة أو من ناحية السيرفلس يعني مثل نجار ميكانيسيان عملت كتير دورات تدريبية مؤسسة سنمية الرواد بهذا الموضوع هلأ حاليا إلنا سنتين أكتر كمان عم نركز على تدريب الإدارة يعني عندك شخص مبلش البزنس الجديد أو حابب يفتح بزنس جديد أو حتى عنده بزنس إلو كمأكزة سنة بس البزنس طبعوله صغير وحابب أنه يطور حاله سو بنعمل لهم دورة تدريبية على ناحية الإدارية كيف يديروا شغل طبعوله وينظمه تا يقدروا يكبروا ويقدروا يعطوا إنتاجية أكبر التدريب عم بيكون على كيف ينظموا المحاسبة طبعيتهم كيف يعرفوا الكلفة تا يعرفوا يحطوا المارج قدروا يحطوا ربح على الموزنة مضبوط يعني لا يكبروا الربح ولا ما يربحوا ويخسروا كيف يتعاملوا مع الزبائن طبعوله كيف يطوروا العلاقة يعني الماركتين كمان عم تستغلوا على التسويق مضبوط كيف تطوروا العلاقة مع الزبائن طبعوله وأكيد كيف يقدروا يديروا إذا كان عندهم مثلا موظف أو اتنين كيف يقدروا يتعاملوا معه وكيف يقدروا يطوروا تا يتطوروا هنه واذا بنحكي عن تدريب المهنة تدريب المهنة هيدا كنا عملناه قبل بسنتين عملنا كتير اشياء بتخص الزراعة كيف يطوروا كيف يستثمروا بالزراعة مضبوط وعملنا كمان تدريب بخص السياحة كيف يطوروا قدراتهم السياحية كيف يستقبلوا الناس كيف يقدروا يتعاملوا مع الناس الأجانب اللي جاينين يعني هيدا الاشياء هلأ حاليا نحنا عنا برنامج بمنطقة البقاء على الأوسط مع مول من اليو اس ايد ضمن برنامج اسمه لايف البرنامج عنا نحنا اسمه سما ينادر بالنجاح هيدا البرنامج نحنا متعاونين مع الناس من قلب المنطقة يلي من ضمنهم هني مؤسسة ميشيل داهر الاجتماعية وفي غرفة التجارة عم تساعدنا كمان بخصوص تدريب على سلامة الغذاء هيدا البرنامج بدنا نحكي شوي عن سلامة الغذاء انت عملتوا ويركشوب للنساء لا يقدروا يتعاملوا مع سلامة الغذاء خاصة النساء اللي بيشتغلوا بمهنة الطهر فيك تشرحين اكتر كيف عاشووا اعقية عنوين ارتكستو يعني اهم شي هو التدريب قلتليك اللي عم يعملوا نحنا عم نعملوا بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والمدربة طبع هيدا المشروع اسمه غلوريا حنى ويلي هي كتير انساني واو بهيدا بهيدا المشروع اهم شي اكيد بالنسبة للتدريب على سلامة الغذاء شرح ويومين عم ينشرح لون كيف يتعاملوا مع الاكل شو الاشياء النغم اللي لازم تنعمل شو الاساسيات حتى انتي تقدر تحافظي على سلامة البلايا اللي بديك تعمليه وعلى سحة الزبون يلي بدو يجي يأكل من عندك النظافة الشخصية النظافة الأكل التبريد كيف لازم ينعمل اذا بدك تفك التبريد كيف لازم ينفق كل هول الاشياء يلي هي مهمة تختص بسلامة الغذاء ككل وخاصة اذا الناس هلأ بالوضع الحالي يعني كيف يتوقعوا اكتر مزبوط يعني هلأ مثلا في نحنا عاملين مثل ورشة صغيرة للموظفين تابعونا جاي حدا من الصليب الأحمر يشرح بالنسبة للأسة الكورونا راح ينعمل جمعة الجاي نو هيدا راح ينعمل جمعة الجاي بنهار الأربعة هلأ بستة وعشرين الشهر مثلا عاملين من وركشوب بن اسمه كرايزيس مانجمنت يلي راح يكون فيه مية لمية وخمسين شخص من أصحاب المهن الصغيرة تاني شرح لون شوي كيفية إدارة الأزمة وكيف يخلقوا فرصة من الأزمة يلي عم نمير فيها بتعرفي دايما كل أزمة تخلق فرص سو بهمنا بهيد الورشة وبيهمنا إنه إذا فيكم تروحوا تغطوها بستة وعشرين مارش هيدا الشهر إنه نشرح للناس إنه نحن عن جد بوضع كتير صعب معكم حان بس من هيدا الوضع الصعب فينا نخلق فرصة وفعلا هلأ فرصتنا يعني لأنه متل ما بتعرفي الاستيرادة شو صعب بهالفترة سو الابداعة الوطنية والشغلة اللبنانية ورح يكون كتير مرغوب وهيدي فرصة نحن نقدر نقوي هالقدرات تبعيتنا من ناحية المهنية ومن ناحية الإدارية ونعرف نتعامل كيف نتعامل مع النقد كيف نتعامل مع الناس اللبنين يفوتوا لعننا كيف نقدر نستوعب الناس اللبنانية وكل هؤلاء الاشياء يعني اليوم الوركشوبر رح يصير بستة وعشرين شهر هو عن إدارة الأزمة إدارة الأزمة كيف يتخطوها ويكونوا مسؤولين أكتر بالإدارة الورشة رح تصير بكمان بغرفة التجارة بستة وعشرين الشهر من الساعة تسعة ونوص لساعة تنتين وعشرة تنتين ونوص بعد الظهر دعوة عامة ولا؟ دعوة منا عامة بس إذا حدا بيحب يحضر ما في مانع يتوصل معنا على السفر واحد تنين خمسة تنين تسعة تنين خمسة وهي رح تكون بغرفة التجارة والسناعة بالإبقاء؟ بالإبقاء بزحلة إذا بدأ أحكي أكتر عن المشاريع اللي أنتم فيها هل أنتم عم تقدروا تشكلوا فارق من خلال عملكون؟ أكيد الشغل تابعنا عم بيكون كتير حلو يعني البرنامج يلي عملناه سنة الماضية كان نتيجته حلوة أول شي مشاركة النساء كانت 57% من 56 إلى 57% كان فيه كمان شباب صغار نسبة المشاركة تابعينهم 30% كمان سا زاوية الإحتياجات الخاصة كان فيه مشاركة تقريباً بـ 15% يعني طب تشكلوا كماعة تمكين زاوية الإحتياجات الخاصة؟ أكيدة أكيدة بايش بتتشرحيلي أكتر عن هالموضوع؟ نحن أكيد بهمنا زاوية الإحتياجات الخاصة أنه كمان يكونوا من ضمن من دمجين بالمجتمع مزبوط ويكونوا من ضمن البرنامج تابعو لنا ونقدر نعمل فرق بالنسبة لألون وهني كمان يعملون لنا فرق يعني أنت بمجرد ما تشوفي شخص عنده إحتياجات خاصة ورغم هالإحتياجات عم يبرع وعم يتقدم بحياته وهيدا بيكون درس حتى للناس اللي ما عندن مشاكل وما عندن احتياجات خاصة وغرقنين بمشاكل صغيرة ما إلا قيمة وماعتبرين أنه الدني رح تقشط على راسهم بينما غيرهم عنده مشاكل أكتر منهم وعم يقدر يوصل يعني هني بيكونوا صراحة أدد فاليو لألنا بالمشروع أكتر ما نحنا أدد فاليو لألون لأنه هني بمجرد ما هيك يكونوا تشوفي النشاط طبعولون وقدرتون ونجاحون بتحسي أنه هني مثال لإلكتا أنه أنت تشدي وتتقدمي وتوصلي بحياتك وتقولي أنه أنا قادرة أوصل ليه ما أنا قادرة أوصل الله عاتيني كل شيء عاتيني وزنات من وين عم استثمرها مفروض استثمرها يعني أنتو من خلال زوية الاحتياجات الخاصة كمان عم تشتغلوا لا تقدروا تشكلوا فرق معاون ويندمشوا أكتر بالمجتمع مية بالمية بس نحنا يعني أكتر متل ما قلتلك التوجه تابعو لنا لرجال الأعمال مش رجال الأعمال أصحاب المهن الصغيرة والصغيرة جدا يعني اللي عندو بزنس صغير يعني هول الناس نحنا اللي بهمنا أنه نمكنن ونساعدن ليترسخوا بأردن ليترسخوا أكتر بأردن إذا بنحكي عن التحديات والصعوبات اللي عم توجه يعني هي التحديات والصعوبات أكتر شيء من ناحية التمويل خاصة هلأ بهالظروف الاقتصادية اللي نحنا عم نمر فيها يعني أوقيت كتير ما بتلاقي حدا يمول هالبرامج يلي يلي أنت محمسي بديك تعمليها هي بالمبدأ البرامج مين بمولها؟ تتعاملوا مع السابرات؟ نحنا منتعامل يعني فيه مؤسسات مينحة منقدم مثل بروبوزل لألون أكي منقدم بروبوزل وهن أو بيوافقوا على الشيء اللي قدمني أو ما بيوافقوا نحنا حاليا مثل ما قلتليك عم ننفذ منحة مقدمة من الـ USAID وهذه المنحة بتضمن برنامج لايف هذه المنحة بتضمن تدريب أربعمائة شخص من أصحاب المهن الصغيرة صادقيني رح ندرب أكتر حتى هي تارجة أربعمائة بس لحديث هلأ صرنا واصلين لـ 350 يعني تدريبات؟ تدريبات عم بتكون هلأ بهيدا البرنامج على إدارة المهارات الإدارية كيفية إدارة المهارات نعم هيدا حتكون أربع تيام تاني تدريب يومين على كيفية خلق صفحة على التواصل الاجتماعي هدفها هيدا الصفحة أكيد مش نتصار له هدفها أنه يعملوا تسويق للشغل طابعولون ويومين ويومين على تدريب على سلامة الغذاء للناس اللي بيتعطو بالأكل إن كان صاحب كافي شاب صغيرة أو سناك أو فرن صغير أو مرة بتشتغل من بيتها أو بتعمل مونة أو بتعمل أكل أو حلويات هؤلاء كمانا رح يكونوا مينمو من 800 شخص رح ندربهم على هيدا المهارات اللي هي سلامة الغذاء وكيف يقدروا يقدموا خدمة بنظافة ماكسيموم وهو يعني مجانا ما بيدفعوشي التدريب مجاني تدريب مجانا إذا بنا نحكي إذا الشخص مانو قادر يفتح ووركشوب يعني مانو قادر يفتح عمل صغير إنتو كيف بتساهموا لمساعدتو؟ هلأ نحنا هيدا البروجيت أول شي بيشمل تدريب تنشي في ووركشوب بدو ينعمل أكتر من ووركشوب يعني رح ينعمل ووركشوب لإدارة الأزمة يلي هو هلأ جاية في ووركشوب رح ينعمل لتمكين النساء رح يكون في بين مية ومية وخمسين مرة رح ينعطاهم هيدا الوركشوب رح نساعد كمانا بيومين معرض رح نعمل يومين معرض بسوق زحلة تاي سوقوا الإنتاج تبعولون المنتجات المنزلية برأي ورح نعمل مثل كتايب صغير نشرح شوي عن 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 الأركيولوجية عن السياحة بمنطقة البقاء على الأوسط ورح نحط أسام الناس يلي تدربوا معنا شو بيعملوا شو بيساووا تا الناس يلي جايين مثلا من بيروت أو السويح أو أي حدا يقدر يطلع مثلا تنقول حدا حبيب يبلش يعمل كشك مثلا وأنا من بيروت بدي أشتري كشك رح يكون اسمها للمرة مكتوب بقلب هيدا الكتايب مع رقم تليفونا بيقدروا يتواصلوا معا ويعني طريقة لنساعدهم شوي بالتسفيق نعم تكون الصلة تواصل بالنسبة للأشخاص يلي بعد مجرد عندهم فكرة ومنهم ينبلشين أكيد نحنا فينا نساعدهم إنه نساعدهم إنه يطوروا هالفكرة تا يقدروا يكتبوها ويعملوها الكلفة تابعوها يعرفوا إذا هالفكرة ناشحة ولا ملنا ناشحة خرج إنه يفوتوا فيها ولا لا يعني من هالناحية نحنا عم نساعد نحنا عم نساعد نساعدهم بالدراسة نحنا نساعدهم بالدراسة نحنا بس الفكرة هو كمان بدي يكون نطالع فيها هلا يمكن نحنا إذا الإناب ينجح بشي تاني نوجهه لشي تاني بس إجمالا نحنا بهمنا كمان إنه يكون عامل عامل الشغل طابعوه عارف حالو شو بدو عندو خبرة بالشي اللي بدو يعملوه هلا بالآخر كمان بهيدا البرنامج فيه رح يتنقى مئة وعشرين صاحب مهنة صغيرة بناءً لكريتيريا كتير واضحة يعني فيه علامات بدا تنحط فيه علامات بدا تنحط على الحضور على المشاركة فيه مثل تس صغير بدو ينعمل فيه زيارة لمطرح الشغل طابعوه بناءً لهالعالمات كله بناءً لهالعالمات كله بناءً مئة وعشرين شخص نعطيهم هبة عينية يعني هيدا من ضمن البرنامج يلي يو اس ايد عطيتو كهبة رح يكون فيه مئة وعشرين شخص ينعطو هبة عينية المبلغ هو بحدود الالف وخمسمية ماكسموم لكل شخص هيدا الهبة العينية كمان رح تساعدهم بتطوير وبترجعوا بالتابعون اكيد اذا فتاتحوا عفاف داشكيك عوجودك معي اليوم مرسي وصلنا الاخيتين في قهرتنا بريك ومتابع معكم